سوف أعزبكم قالوا لهم إنه قربان جميل قالوا لهم جيبوا العدة لكي ندبحوه جابوا المسائل لكي ندبحوه ويقولوا لهم هذا الكبير هنا بدأت في تقطيع الخشب من أجل إشعال النار وتحضير وجبة الإفطار الخشب في هدته المنطقة متواجد بكثرة ومتجفف كثيراً لا أحتاج الكثير منه لذلك سوف أقطع القدر المناسب فقط توجد هدته الغابة في منطقة وادي الدالية وتبعد عن الدار البيضاء بحوالي 72 كم الطريق نحوها جبلية وجميلة وتتميز بمناظر خلابة مع بعض المنعرجات الخطيرة ه لدينا المنطقة غير ملعب ألعب مالذي الإفطار أصبح غير مصلة لدينا المنطقة ألعب مالذي الإفطار ونحن على مستعد القدر هذا سوف نقرده و سيقضي الغارة سوف نحاول نشعل العافية الخوتش أتمنى أنه لا يحش منه هذا الأرض يقرد يعني الحطب كامل تلقى أنه بارد يعني مشيت لهذه البلاسة التي ضربها فيها الشمش هذا الكاليبتوس مع خفيف يقدر تشعل فيه العافية بغيير هو واحد الهدوء راهيب الخوتش هنا واحد الهدوء ما يمكنش يجب أن تحاول تشعر بسرعة لا يجب أن تحاول تشعر بسرعة لا يجب أن تحاول تشعر بسرعة نحاول تحاول تشعر بسرعة لا يجب أن تشعر بسرعة لكم هذا يتفرج في الفيديو ولكن تنسى لا تضع اشترك و لايك والذي ينقص لك من العزيمة و لا تستفد بثير من ينقص لك من العزيمة يعني يحاولون الإخوان لا يشاركوا القناة لا يوجد فقط شارك و لايك حتى الفيديو يزيد من 10 و بالنسبة لك تدعم لك من البريدي بارك الشر ينقص لك من النعناع والشيبة يجعله يتشحر على طريقه و نوجد بقية الإفطار هنا تقريبا البريدي يعني نوجد البقية بما نحييب البريدي و نضع المسائل الأخرى و لا يمطن هنا تقريبا البريدي و نعيب بقية الإفطار ولكن في الطريق ترسوا من المجوج سوف ترسوا من المجوج لا يجب معي الكفتة و لا يجب معي الكفتة سوف نقوم بطريق الطبيعة نحن في الطبيعة كما نستعملهم من الطبيعة اليوم سوف نستعمل بطبيعة سوف نقوم بطبيعة سوف نقوم بطبيعة أول مرة سوف نقوم بطبيعة سوف نقوم بطبيعة سوف نقوم بطبيعة سوف نضيف بطبيعة بطبيعة سوف نستعمل بطبيعة ونزيد الكفتة ما كانت عندي فل بلان ما فقط الصباح تعطلت على تقديد المسائلة خاصني ويضم الكفتة ويطيح لي فراسي كيف تنذير الجريبة لا يوجد معي قليلة لا يوجد معي لا يوجد معي لا يوجد معي لكن سوف نقصص هذا سوف يقضي لنا سوف نقرب العافية سوف نرى الأمور ويضع شوشق لقد قلت لقد قلت نطاقهم قليلا نقرب ونقرب 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 طبيعة نقرب نقرب ونقرب من العمور نقرب ونقرب ما هي الطبيعة ونقرب لا تزوج بيضاء ونقرب وينده يكون ونقرب لا يوجد حداية التوح حداية المرشيبانية والحمير جاء برحطب سولة وخانش على العافية هنا وشتنية هانية لا تخاف لا يوجد أذيك لا أود أن نسوله لا يوجد أذيك لا يوجد أذيك لا يوجد طبيعة صافيك ترتاح لا يوجده لقد طولت سوني لا يوجد العلاج يقطون تخ屑 ولا توقيت هذا هو الغيار يجب أن أعطي المفعول يجب أن يكون طيب يجب أن يجب أن يشتر يجب أن يضغر يجب أن يجب أن يكون حب تحوظ يجب أن يجب أن يشعل يجب أن يكون حبيع لأنها أخواص يجب أن تقوم بنسبة التشغيل يجب أن يجب أن يكون لأسفل يجب أن يكون في أصفر يجب أن يكون في أصفر ده ما أصدقها خاسرة سأل على كل شيء دهيس خل ما جبتش الملحة والكامون هانيا سيبتش هنا قمت برير يجب أن يشعر قشاد سخوني هؤلاء طيبين على الصد ويوجد الأمور الأخرى الخوش لكي نضعها البروفيسيونيل لا أجب معايد لافوكا كانت عندي في الطارق لافوكا سبحانه لكي تخلط سأقوم باستخدام باستخدام سأقوم باستخدام سأقوم باستخدام سأقوم بأستخدام اللذين نضع البلاسك اليوم سوف يكون فطار سبيسي الخضياء في الساف جايزة فيها خير كما تشغلو توف نيك اللور نفعل هذه العملية البانانات لا يوجد بشيء من الطار هذا الطريق يجب أن يقومون البانان لأنه لا يوجد بشيء هذا الطريق سيكون طريقا لأنه يقومون البانان يوجد بشيء من الطريق بحب المدينة بعد ذلك أجب أن تضغط الطريق تضغط من البحث من البحث تضغط وأجبت الافطار شكل النهائي ديالها تبيني أعجبكم غير وسط الطبيعة الخلابة طبيعة سبحان الله وحد الهدوء وخلنا ربارك هذا الشانطة هاته كتباليكم هذه القنطرة هذا هو الشانطة مركرة الحديد قليل اه اللي فيه الجوع فيه الجوع هاته نتوكل على الله نتوكل على الوجبه ونعود لكم قصة قبيلة قلت لكم ان شاء الله فاكر الاحساب هذه الكلافوكة يمكن وتفكرت واحد القصة ان شاء الله فاكر هذا يبرك نفطر ونعود لكم قصة واعرة وفيها واحد الحكمة واعرة من هذه الكلمة اللي تقول لك ان شاء الله خير لا تخصيك تقلق ولا تقول هذه ونحن تكتب لك خير ونقول لك ان شاء الله خير ونعود لكم بسم الله بسم الله بسم الله لنعنة الله هذه القصة التي قلت لكم ان شاء الله خير ان شاء الله كان واحد كان واحد امير ونبلي مولوع بالصيدة يعني ان يزيز على الامر كان بحالات تقول مرة في السيمانة تخرجوا الوزير دياله يمشي وصيده يركبوا العود ديالهم وكذا وكان عنده ديك الصيدة ديال الرمح يصيد بالرمح وبالنبال ودك الشيء يا ديك كانوا يمشي وصيد الطيار عندما يضرب طيارات فهو الأميرة من الوزير يقولون لي استخدامك وكذا لم يدرق طيارات ويساعدوا فيها خير وكذلك أخبرت النجا ومرة مرة فيما ديك اليوم تخرج لأنه يستمر بحالك يجب أن يوضح النار عندما يضرب النار يضرب النار يضرب النار و يكون السنف سيقول الوزير و يقول الوزير فيها خير و يقول لي غضب هذا الأمير بالسهف يجب أن يذهب الوزير القصار ودعوه يقول لهم الوزير يجب أن يذهب في الحبس يجب أن يذهب الحراس الأمير غاضب ودعوه الوزير للحبس ودعوه الوزير للحبس الأمير دعوه المسائل وقوه أحد المدة تصح برعالي هذا السبع الذي تقطع عليه كما تعرفون ما يوجد فيه بحيث أننا نحن 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 في الطبيعة وخط دور تلتعي وقت أرجع للطبيعة وننصح لي سبعوه أم لا بخير وعلى خير أو تاني هذا العود وسلاحه ومشى الغابة ومشى الغابة ومشى الغابة ومشى الغابة ومشى الغابة كما العادة هذا المرة لا أدعوه معي الوزير للحبس ومشى الراس مرتاح لا يصدعني واحد لا يصدعني فخير لا يصدعني كما تعرف المرة إذا استخدم لأفقه اركب عن داعه بدأ مسائل ومشى الغابة ومنشى الغابة أجل الغابة أجل ومن ثم يؤثر ومن ثم يواصل تحرك فيها أيها المنطقة يعيشها وسط الغابة يأكلون من الغابة وتتعبدون عندهم حل الآلهة تتعبدون لها تتعبدون لها بأنهم تقدمون لها القربان قربان عبارة عن بشر مثلا لكي يتقربون من ربهم على الإيمان يتعبدون لها قربان عبارة عن البشر لا يخرجون لها فإنهم قالوا هذا قربان جميل أو أمير وزوين فإنهم قالوا هذا قربان جميل سنقدموه للرب لماذا قالوا ليس ناسل لذلك لذلك المقر القبيلة دخلوا عند ذلك الكبير قالوا إنه قربان جميل قالوا يجبوا العدة لكي يدبحوا وهذه جابوا المسائل لذلك يدبحوا ويقول الكبير قالوا هاته قربان يقدموه لماذا يا سيدي قالوا قربان على عيب لذلك لا يمكن يمكن لذلك أنه قربان لا يمكن القربان لا يمكن إخلاص قربان قربان وإيمان قال لي اشغل نديره قال لي صافي خليه السبيل ديال وطلقوه صافي حلوه طلقوه مشى دوره في راسه تم غادي في الطريق فرحان وكي يجري بصلي القصر مشي يجري عند ذاك الوزير دوره في راسه وقال شو ذاك في اخير كون ذاك السبع ما تحيد لي كورا دا مد بحوني كورا حيدوا لي يا راسي فرح مشى عند ذاك الوزير عن قول قلت أشغل بسرعة كورا وقال لي بسبب السبع اقتلي فيا خير وقل لي اللعين صرح مد بحوني وقال لي اسمح لي لأشغلن كورا حدة مدة ويقول لي فرحان لي وقال لي فيا خير قال لي كيفين فيا خير والتكتيف الحبس قال لي كون ما أنشغل ينويك فيا بحوني قال لي انتقى يلقى وفي ذلك العيب لا يدبحوك و يدبحون يا ناية قال لي لماذا قلت لك فيها خير يعني اي حاجة انت كتشوف فيها شنو العبرة من هذه القصة العبرة منها واحد الحاجة انت كتشوف فيها شر لك ولكن يرى فيها خير الحكمة للقصة هي ان الحاجة وخد توقع لك شيئا خيبة مثلا بحالك وكتكون غادي مصافر بلاصة او لدير شئ بروغرام او لا يصدق لك لا تقنط لك نقول فيها خير بالعكس نقول فيها خير حال مرة دبانة كنكون غادي للغابة او لك نكون و في الليل كي وقع لي اي شيئا بحال كموش جد المسائل في الليل كي وقع لي اي شيئا وما كان نمشيش ولكن لم تقنط لك مرة احمد يالله كنكون فيها خير سبحان الله كنت تغمشي لديك الغابة او كانوا يخرجوا لي شيئا وحديين و انا اغلبية تمشي ابو احدى و تمشي الغابات المخلوين لم تقنط لديهم البشارة يعني لم تقنط لديهم شيئا غابة فيها الناس بحال الناس يبارك ابو او هنا فهمتشي و مازال تقنط لديهم شيئا غابات اخرين فطار من الناس بحال هذه الغابة تقصب راوسط ندخل واحد كولوميتا وسط الغابة هذا كان برك كين نار اللي كان دوزوت مبوح لا نشوف تشي باشار تباشار ما نشوفه يعني شربة ممكن لله لا يمكنك اعكس لديهم المشي يرا فيها خير افتر الفطار ديالنا الخوط برد و انا كرا الصراحة مني كتبت تحكي بحالية القصص نزاها و ليلا نزاها كتستمتع بهم انا سنكمل ووجبة الفطار الخوط ديالي و سنزيد ارتاح شوية هنا واي حاجة ارتاح سنزيد نشاركها معاكم انا سنفطاره من بعد انا معاكم بسم الله بعد انتهاء من وجبة الافطار قمت بجمع الاغراض وركبت فوق دراجتي وسوف اشارك معاكم بعض اللقطات من الطريق هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة